السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا هنستكمل ما بدأناه في الوحدة السامنة وهي قواص المواعي مطهركة هناخد بعض الامثلة وقلنا ان هذه الامثلة مهمة جدا في فهم هذا الباب لان طبعا المثال هو ما هو الى تطبيق للقوانين اللي احنا خدناها احنا طبعا خدنا معادلتين مهمين جدا معادلة الاستمرارية ومعادلة البرنولي احنا هنبدأ باول مثال اوجد معدل انسياب سائل في انبوب مساعة مقطعها 20 سنتيمتر مربع وبسرعة 10 متر مربع طبعا المثال زي كده مسال بسيط جدا وسهل المثال هنا لابنفكر فيه فكر في طريقة التفكير في الحل كالاتي عايزي هو عايز معدل انسياب سائل اسأل نفسي ايه هو معدل انسياب السائل معدل انسياب السائل خدناه هي بارة عن الكيو اللي هي الاي في الفي اهي اكتبها او كيو تساوي الاي في الفي ده معدل انسياب سائل يعني انا عشان احل مسألت خطوة بمجرد خطوة واحدة بس حل الحل اعود عن الاي اهي الاي موجودة معايا اعود عن الفي اهي لكن اه اه شوف بقى قلنا ان رأي حاجة مهمة جدا في حل هذه المسائل الوحدات بنجد ان السرعة تقاس بالمتر كل ثانية تمام ما فيش اي مشكلة فيها لان احنا بنقول والله انا باستخدم النظام العالمي للوحدات اللي هو الاس اي يونت staff international unit تمام او الاس اي اي او standard international units دي عبارة عن نظام العالمي للوحدات المتر والكيلو جرام والساني خلاص دي متر وسانيا خلاص تمام لكن دي المشكلة في دي المشكلة في المساحي المساحة فيش مشكلة ان شاء الله المساحة بعشرين سنتيمتر مربع اه افكر ازاي اه بنحول السنتين للمتر وبعا كده بنحول السنتيمتر مربع للمتر مربع اهي معدل انسياب زي ما قلنا Q تساوي l-A في l-V تساوي l-A في مين في l-V هنا قدل l-A 20 في 10 وسالة 4 لازم يحول من سنت للمتر في 10 وسالة 2 لكن سنت متربع لمتر مربع يبقى 10 وسالة 4 مضروع في 10 متر لكل ثانية اللي هي السرعة تديني 0.02 متر تكعيب لكل ثانية ده معدل الانسياب مسألة خطوة واحدة هنأخذ مثال آخر قلب الإنسان إذا كان منخفض عن مستوى المخ شيء طبيعي إن قلب الإنسان منخفض عن مستوى المخ وتقريبا تختلف من إنسان إلى آخر حسب الطول لكن في الغالب تب 30 سنتيمتر تمام كم يكون دغط الدم في القلب أعلى منه في المخ مادم عايز دغط الدم في القلب أعلى منه في المخ يبقى عايز الفرج بي ون ماينس بي تو أدي بني آدم يعني نحن نحاوه كده بني آدم زي كده أدي دماغه هنا ودي قلبه هنا المسافة بينهم كده 30 سنتيمتر إذا اعتبرنا أن اتش ون ارتفاع القلب عن مستوى الأرض أهو أدي اتش ون تمام وإتش ون ارتفاع المخ عن مستوى الأرض الغيات هنا اتش ون خلاص وبي ون دغط الدم عند القلب أدي بي ون وبالتالي هنا ده بي تو دغط الدم عند المخ أو عن دغط الدم عند القلب أعلى لأن القلب هو اللي بيدخل هنطبق معادة برنول أهي الحل اعتقالي آه تمام إذا اعتبرنا اتش ون ارتفاع القلب عن مستوى الأرض اتش ون ارتفاع المخ عن مستوى الأرض وبي ون دغط الدم عند القلب وبي تو دغط الدم عند المخ المعادة بتاعت برنول أطبقها على طول أهي بي ون ماينس بي تو بيساوي الرو في الجي في اتش تو ماينس اتش وان. وايتش وان اتش تو ماينس اتش وان عبارة عن ايه? ارتفاع ارتفاع الموخة عن مساوى الارض ناقص ارتفاع القلب عن مساوى الارض اللي هو من الدهون يعني الفرج بالتنين يوم اللي هو تلاتين سنتي. عود على طولة هو الف ومية دي عبارة عن رو كسافة الدم في تسعة بوينت ايت اللي هي جي تسعة الجاذبية الارضية مضروة في تلاتة من عشرة ليه بقى? لان هي تلاتين سنتي يحولها المتر يبقى معالمية يبقى تلاتة من عشرة تطلع تلات تلاف متين وتلاتين نيوتون لكل متر مربع. ده فرق الضغط بين القلب والدماغ بين القلب والمقر. هناخد مساوى الاخر. المساوى دي كلها مهمة. اذا مر رسائل كسافته ربعمية كيلو جرام لكل متر مكعب في انبوه بنصف قطرها وان بوينت ايت سنتيمتر بسرعة قدرها تو بوينت تو متر كل سانية. عبر اختناخ نصف قطره تمانية وتسعين من مية سنتي. وجد سرعة السائل وكذلك الضغط في الاختناق. طبعا هو عايز سرعة السائل وكذلك الضغط في الاختناق. انا طبعا مفكر. اول ما فكر وقول والله سائل ادي الكسافة مدهاني مديني نصف القطر. مديني السرعة. عند الاختناق. ونصف القطر وعادة عند الاختناق كام? تمام? عايز السرعة والضغط. عند الاختناق. مادام السرعة والضغط يبقى لازم اطبق المعادلتين. معادلة الاستمرارية اللي هي A1 V1 بسو A2 V2 بعد المعادلة بتدبرناه. هي. الحل معادلة هي من معادلة الاستمرارية. A1 مساحة مقطع الانبوبة. V1 من سرعة السائل في الانبوبة وA2 مساحة مقطع الاختناق والV2 سرعة السائل في الاختناق دمام هنعود ونجيب الA1 اهي باي ار وان سكوير بسوية عشرة سنتيمتر مربع يعني عشرة في عشرة وسالة باربع عشان نحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع الA2 نفس الكلام اعود وبالتعود في معادلة سمرارية بنجد انه هنعود عطول نجد ان ال V2 بساوي ستة بوينت ستة وستين من مية في متر لكل ثانية خلاص احن احنا حسبنا مين كده حسبنا السرعة عايزين نحسبوا علاقة برنولي من علاقة برنولي عشان يوجد الضغط بعد ما هو بي وان زائد نصره في في وان سكوير طبعا هنا الانبوبة افقية وبالتالي الطاقة الكامنة الموجودة في الطرف الايسر تساوي الطاقة الكامنة الموجودة اللي هي الرو اجي اتش وان بساوي رو اجي اتش تو وبالتالي بيروحوا مع بعض كأنه مش موجودين ابتدي انا اعود نجد ان البي وان ماينس بي تو بساوي نصره في في تو تربية ماينس بي وان تربية هنعود بنجد ان البي وان ماينس بي تو بساوي ايت بوينت زيرو سيفن في عشرة ستلاتة نيوتل كل متر مربع ده عبارة عن خلاص ده عبارة عن الفرق بين الدقطين شكرا لكم ونلتقي ان شاء الله المرة القادمة